وزي ما حضرتكم تبعتم حلف اليمين طبعاً للحكومة الجديدة وبعدها بسعيد بدأ العمل مع الحكومة الجديدة عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة لقاء موسع مع قيادات ورؤساء تهيئات التابعة لوزارة الصناعة وهذا الاستعراض خطة ورؤية الوزارة خلال المرحلة المقبلة في مستهل اللقاء أكد الوزير أنه يتشرف بثقة القيادة السياسية والحكومة المصرية بتولي حقيبة الصناعة إلى جانب حقيبة النقل وأن الفترة القادمة ستشهد العمل على مدار الساعة للنهوض بالصناعة المصرية مؤكد أكيد على أنه سيتم البناء على ما سبق خلال الفترة الماضية لتحقيق انطلاقة كبيرة في مجال الصناعة وفق معايير جديدة ودقيقة على أن تعتمد هذه الانطلاقة على طبعا سواعد العملين كل العاملين في وزارة الصناعة وأيضا هيئتها التابعة لتصبح في طليعة الوزارات الناجحة في الدولة قال الوزير أيضا أنه سيتم الاستفادة من مشروعات البنية الأساسية التي تم إنجازها في تطوير الصناعة في كافة المجالات وفق لخطة شاملة ترتكز على ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيع محليا بجودة عالية والعمل على تشجيع وتعظيم الصدرات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخمات أولية وصناعات لها سمعة كبيرة مثل صناعة الغزل والنسيج والتشييد والبناء والحديد والأسمنت والسيراميك وغيرها بما يساهم أيضا ذلك في زيادة العملة الصعبة دعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية لفتا أيضا إلى أن هذين المحورين سيؤديان إلى توظيف وتشغيل بما يساهم في القضاء على البطالة وذلك من خلال إنشاء مصانع جديدة وتشغيل المصانع المعطلة وحل كافة المشكلات للمصانع المتعثرة وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة وتصدرها للخارج لتجلب العملة الصعبة والتصديق الفوري لإعادة تشغيل من المهام أيضا التصديق الفوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة في عودة النشاط بها وزيادة مساحتها طبعا زي ما حضراتكم شفته كلام مهم جدا وكلام أيضا يعني أعتقد كله مرتبط بشكل كبير على يعني الحركة اللي هتدب فيه وزارة الصناعة وأيضا استكمال ما تم فيه يعني الخطوات اللي كانت يعني بدأت فيه أيضا توطين الصناعة المصرية وأيضا العمل على مساندة كل المصانع بشكل كبير طبعا نحن نعلم أن طبعا الوزير والفريق المهندس كامل الوزير كل النشاط دايما بنشوفه وتابعنا قد إيه يعني وزارة النقل كان فيها إنجاز كبير جدا في أوقات يعني نقدر نقول يعني أكتر ويعني ما كانش كان مفروض أن الأوقات تكون يعني وقت من الزمن أكثر ولكن هو في يعني فيه زمن أقل قدر يقدم الحقيقة إنجاز كبير جدا ونحن نتوقع بإذن الله أنه إن شاء الله مجال الصناعة يشهد تطور ويتدور المكان يدور في مصر بشكل كبير ونقدر نعمل حقيقي توطين حقيقي للصناعة المصرية